تكبد الفلاحون خسائر معتبرة في منتوج اللفتة الذي أصبح يقدم كعلف للمواشي الفلاح دوما هو الحلقة الأضعاف فله استفاد ولا أسعار اللفت خفضت الفلاحون يعيشون مشاكل كثيرة فبدور البطاطا أيضا ورغم توفرها محليا إلى أن الاستراد يحطم جهود منتجها مرافقة الفلاحين ومراقبة سلسلة التوزيع وصولا إلى الأسواق أصبح ضرورة ملحة لحماية جهود الفلاحة والمواطن على حد سواء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر